اقترب شخص ما من دن كان بينما كان جالسا على الكرسي وهمس ببساطة حان الوقت في هذه اللحظة اطلق وحشا من عقله الباطني ولقد صور جهاز الارسال في الواقع وحشا مشعرا لقد كانت كبيرة مشعرة جائعة وسيئة لكنها لم تظهر تحت الارض في النقطة الفارغة لقد ظهرت في مكان ما على القاعدة سوف يأكل اي شيء يمكن ان يجده وحطم كل شيء في الافق لقد رأى عدة اشخاص مختلفين ذلك لكن الجميع تقريبا وصفوا وحشا مختلفا لقد فتحنا بوابة للجحيم قال نيكولز انه كان عليهم تدمير جميع المعدات من اجل ازالة هذا المخلوق من الوجود واعادته الى بعده الاصلي انما سمعتموه الان ليس جزءا من فيلم خيال علمي بل نهاية المشروع الامريكي الخطير والسري للغاية مونتوك ان مشروع من توك من المشاريع التي كانت موجودة في الحضارة المصرية القديمة والتي سرقها الاستعمار الغربي وارسلها لبريطانيا وقامت المخابرات الالمانية بالاستلاء عليه وارساله الى المانيا باوامر من ادولف هتلر والذي امر بالعمل فورا على اكمال اهم مشروع في التاريخ الحديث والقديم ولكن وبسبب ضياع الكثير من اجزاء المشروع عبر التاريخ بسبب اللصوص لم يعد امام العلماء الالماني الا اجراء الكثير من التجارب في محاولة منهم لمعرفة الاجزاء الناقصة ولكن لم تكن الولايات المتحدة الامريكية لتسمح لهتلر بالوصول لذلك السر الخطير وسارعت الدول الكبرى الولايات المتحدة الامريكية روسيا بريطانيا وفرنسا بعد بداية الحرب العالمية الثانية للحصول على هذا المشروع وبالفعل استطاعت الولايات المتحدة الامريكية بالوصول للمشروع وقامت بنقله مع العلماء الالماني القائمون على المشروع اسرى الى امريكا لاستكمال المشروع قبل أن أبدأ في كشف هذا السر الخطير والذي لم يتكلم عنه أحد من قبل نظرا لسرياته الشديدة والذي لا أعلم إن كان سيسمح بعرضه أم لا ولكن الشيء الأكيد أنهم سيقفون عرضه بعد وقت قصير من رفعها لذلك على كل من يشاهد هذا الفيديو الآن مشاركته على أوسع نطاق وبأسرع وقت يجب أن نكون أسرع منهم أريدكم أن تعلموا أن كل ما ستشاهدونه وتسمعونه في هذا الفيديو حقيقي مائة في المائة مهما بلغت غرابته وسأقدم لكم الإثباتات والبراهين داخل الفيديو ولكن أعذروني فهناك بعض المشاهد التي سأقوم بالتعتيم عليها بعض الشيء حتى لا أعرض نفسي والقناة للخطر في الصحراء الغربي المصرية في زمان الاحتلال البريطاني لمصر توصلت أحد البعثات الأثرية إلى اكتشاف مذهل موقع تجارب لمشروع خطير كان المصريين القدماء يعملون عليه ولكن ولسبب مجهول تم إيقاف العمل في هذا المشروع فجأة والأثار التي وجدها الباحثين في المكان تؤكد أن كارثة قد حدثت تسببت في إنهاء المشروع بشكل مأساوي حاول العلماء المكتشفين للمكان معرفة ما هو هذا المشروع وما الهدف منه وما هي الكارثة التي تسببت بإيقافه فجأة ولكن كانت الإمكانيات المتاحة لهذه البعثة في هذا الوقت قليلة جدا لم تسمح لهم بالوصول لأي شيء فقرروا نقل كل الأثار الموجودة في هذا المكان إلى بريطانيا حاول عدد كبير من العلماء البريطانيين بمساعدة علماء من بلجيكا وأمريكا كشف سر هذا المشروع حتى اكتشف العلماء شيء مرعب لقد توصل المصريين القدماء في الحضارات القديمة إلى التحكم بالعقول وتحريك الأشياء عن بعد وأنهم نجحوا في ذلك بالفعل ولكن عندما حاولوا التنقل بالزمن من خلال هذا المشروع حدث شيء غير متوقع أنهى كل شيء ولكن الآثار المكتشفة لم تكن مكتملة ولم يعرف العلماء السبب وراء ذلك وأين ذهبت بعض أجزاء المشروع ومن دمر المكان والأجهزة المستخدمة بهذا الشكل ظنوا في البداية أن لصوص الآثار استطاعوا الوصول للمكان قبلهم وسرقوا ما استطاعوا حمله وقاموا بتدمير ما لم يستطيعوا حمله لم يكن العلماء وقتها يعرفون أن استنتاجاتهم خاطئة تماما وأن المسؤول عن تدمير المكان شيء مرعب لم يخطر لهم على بال ظل هؤلاء العلماء فترة كبيرة من الزمن يحاولون إكمال القطع الناقصة لكنهم فشلوا فأوقفوا العمل بالمشروع حتى علمت مخابرات هتلر بالمشروع ولأن هتلر كان معروفا عنه بأنه كان مولعا بكل ما هو غريب وخارق للطبيعة فقد أمر قوة خاصة من المخابرات والجيش بسرقة المشروع ونقله لألمانيا ونظرا لأن بريطانيا أهملت المشروع تماما أصبحت مهمة استلاء المخابرات الألمانية عليه أمرا سهلا وبالفعل تمت المهمة بنجاح وقام أكبر العلماء الألمان بالعمل على هذا المشروع وفي جميع التخصصات وقام العلماء الألمان بإكمال الكثير من القطع الناقصة وقاموا بالكثير من التجارب في محاولة منهم لاستكمال باقي الأجزاء المفقودة ولكن مخابرات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية علمت بتلك التجارب الألمانية لذلك كان أول شيء فعلوه هو محاولة الوصول إليه قبل الاتحاد السوفيتي وقد نجحوا في ذلك بالفعل وتم نقل المشروع بالكامل ومعه العلماء الألمان القائمين عليه كأسرى للولايات المتحدة الأمريكية وهناك بدأ العمل على هذا المشروع وأسماه الأمريكان مشروع منطق لا تتعجب إن وجدت تشابها بين ما ستسمعه وتشاهده في هذا الفيديو وبين بعض الأفلام الهليودية الشهيرة فلقد استولت شركة نيتفليكس الشهيرة على أسرار هذا المشروع وقامت بعمل سلسلة من الحلقات تحت اسم سترانجر ثينغز قامت بعمل بعض التغييرات البسيطة عليه بسبب المشاكل التي حدثت لهم بسبب عرضهم لهذا المشروع السري ومنع أيضا من ذكر أن هذه القصة مبنية على أحداث حقيقية وهناك بعض الأفلام المشهورة الأخرى والتي ذكرت بعض الأحداث الحقيقية في شكل خيال علمي وسنذكر بعضا منها لاحقا قبل أن أكمل سأذكر لكم مقولة للمذيعة الأمريكية الشهيرة أوبيرا وينيفري في التاسع عشر من يوليو 1991 عندما تم تسريب معلومات لأول مرة عن مشروع مونتا عندما سألت العالمان أبولو أسترونا وإدجار ميتشيل عن سبب التكتم الشديد على المشروع قال العالمان أعتقد أن هناك الكثير المعروف عن التحقيق خارج كوكب الأرض أكثر مما هو متاح للجمهور في الوقت الحالي كان لفترة طويلة أوبيرا ولماذا تعتقد أنه يتم حجبه عن الجمهور ميتشيل حسنا هذه قصة طويلة يعود الأمر إلى الحرب العالمية الثانية عندما حدث كل ذلك وهي أشياء سرية للغاية يقصد هنا مشروع مينتاك تم سرقة المشروع ونقله للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1942 وبعدها بعام واحد فقط قامت الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة العلماء الألمان الأسرة ومعهم بعض العلماء الأمريكيين وعلى رأسهم ألبيرت إنشتين ونيكولاتيسا وقاموا باستكمال المشروع وقاموا بأول تجربة وهي تجربة فيلادلفيا يعود أصل مشروع مونتوك إلى عام 1943 عندما كان يتم البحث عن اختفاء الرادار على متن يو اس إلدريج نظرا لأن إلدريج كانت متمركزة في فيلادلفيا نافي يارد فقد تمت الإشارة إلى الأحداث المتعلقة بالسفينة باسم تجربة فيلادلفيا عرفت تجربة فيلادلفيا باسم مشروع قوس قزح لأولئك الذين قاموا بإدارتها وتشغيلها تم توقيعه كمشروع سري للغاية من شأنه أن يساعد في إنهاء الحرب العالمية الثانية كان مشروع قوس قزح رائد تقنية التخف اليوم يجرب تقنية لجعل السفينة غير مرئية لرادار العدو وقد تم ذلك عن طريق إنشاء زجاجة كهرومغناطيسية قامت بالفعل بتحويل موجات الرادار حول السفينة زجاجة كهرومغناطيسية تغير المجال الكهرومغناطيسية بأكمله لمنطقة معينة في هذه الحالة الحقل الذي يشمل يو اس اس إلدريديج في حين أن الهدف كان ببساطة جعل السفينة غير قابلة للكشف عن طريق الرادار إلا أنه كان له تأثير جانبي غير متوقع وجذري تماما جعلت السفينة غير مرئية للعين المجردة وأزالتها من استمرارية الزمكاني عادت السفينة فجأة إلى الظهور في نورفوليك بولاية فيرجينيا على بعد مئة الأميال كان المشروع ناجحا من وجهة نظر مادية لكنها كانت كارثة جذرية للأشخاص المعنيين بينما يو اس اس إلدريج انتقلت من فيلاد الفيانا فاليارد إلى نورفولك والعودة مرة أخرى وجد الطاقم أنفسهم في حالة ارتباك تام لقد غادروا الكون المادية ولم يكن لديهم محيط مألوف يرتبطون به عند عودتهم إلى الظهور مرة أخرى كان بعض أفراد الطاقم قد تم دمجهم في حواجز السفينة أو تم إعادة تجسيدهم من الداخل إلى الخارج أما أولئك الذين لم يكونوا كذلك فقد أصيبوا بالجنون بسبب الارتباك الذي عانوا منه أثناء وجود السفينة فيما يسمى بفقاعة الفضاء الفائق التي كانت موجودة خارج الزمكان أولئك الذين نجوا كانوا في حالة عقلية من الارتباك والرعب المطلقي تم تسريح الطاقم لاحقا باعتباره غير لائق عقليا بعد أن أمضى وقتا طويلا في إعادة التأهيل إن وضع غير لائق عقليا جعل من الملائم جدا أن تفقد قصصهم مصداقيتها هذا وضع مشروع قوس قزح في طريق مسدود على الرغم من حدوث تقدم كبير لم يكن هناك يقين من أن البشر يمكن أن ينجو من التجارب الفورية كان الأمر محفوفا بالمخاطر تم استدعاء الدكتور جون فون نيومان الذي ترأس المشروع للعمل في مشروع منهات يتعلق هذا بصنع القنبلة الذرية التي أصبحت السلاح المفضلة لإنهاء الحرب العالمية الثانية على الرغم من أنه غير معروف جيدا إلا أن الأبحاث الواسعة التي بدأت بمشروع قوس قزح استؤنفت في أواخر أربعينيات القرن العشرين استمر وبلغ ذروته بثقب تم اقتطاعه عبر الزمكان في مونتوك في عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانون وكان العلماء في البداية يعتقدون أن الهدف من وراء المشروع هو إخفاء السفينة فقط وكما هو الحال مع كل شيء مصروق ولأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست صاحبة المشروع الأصلي بل كان المصريين القدماء فلم يعرفوا النتائج بشكل دقيق وما حدث غير ما توقعه فبدلا من اختفاء السفينة عن الأنظار انتقلت إلى مكان آخر علم العلماء وقتها أن المصريين القدماء كانوا يعملون على مشروع نقل الأشياء من مكانها لمكان آخر بدون مجهود ولم يسعوا لإخفاء الأشياء كما كانوا يعتقدون وهنا بدأوا في تغيير خططهم وأهدافهم وبدأوا في توجيه المشروع في اتجاه التحكم في الأشياء ونقلها من مكانها وبعد أربعين عاما من المحاولات والتجارب أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع مونتوك في الطرف الشرقي من لونغ أيلاند قام رجل يسمى بريستين نيكول بكشف هذا السر الخطير حيث قال بعد رؤية تجربة فيلاد الفيا في عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانون لم يتمكن آل بيليك البالغ من العمر سبعة وخمسون عاما من التخلص من الشعور الغريب بأنه شاهدها في مكان ما من قبله من خلال خضوعه لأشكال مختلفة من علاجات العصر الجديد تمكن بيليك من الكشف عن الذكريات المكبوتة للعمل في مشروع مونتوك في السبعينيات والثمانينيات كما تأكد من أن ذكرياته قد تم حبسها لإبقاء التجربة سرية عندما عادت ذكرياته إلى الوراء علم أن اسمه لم يكن آل بيليك بل كان إدوارد كاميرون وعمل أيضا في تجربة فيلاد الفيا مع شقيقه دينكان كاميرون عندما كان الرجلان في منتصف العشرينات من العمر وبعد سنوات قليلة قدم آل بيليك قصته في مؤتمر ميوتشال يو اف او نتوير وقال إن تجربة فيلاد الفيا كانت حقيقية وكان الدليل عليها بعد أن عاشت جزء الخاص بالحرب العالمية الثانية من الفيلم ادعى بيليك أنه في وقت ما في الاربعينيات من القرن الماضي اكتشف نيكولا تيسلا كيفية تجعل السفينة يو اس اس الديريتج غير مرئية وفي هذه العملية فتح ثقبا دوديا في المستقبل مما امتصى السفينة كان الأخوان كاميرون على متن السفينة وقفزا من السفينة وهبطا في مونتوك كامب هيرو في الثاني عشر من اغسطس الف وتسعمائة وثلاثة وثمانون واعادهما الجيش على الفور عبر الثقب الدودي في مهمة تدمير المعدات الموجودة على الديريتج وفقا لبيليك أكمل الأخوان مهمتهما على الرغم من أن ذلك لم يمنع الحكومة من إجراء المزيد من التجارب حول بناء بوابات للمستقبل خلال خطاب ألقاه عام الف وتسعمائة وتسعون لشبكة ميوتشال يو اف او نتورك وصف بيليك بعبارات غامضة كيف تراجعت ذاكرته وتم محو ذاكرته وأجبر على العيش بقية حياته باسم آل بيليك وأوضح كيف أنه مثل إدوارد أقنع والده في أوائل الستينيات بإنجاب طفل آخر حتى يتمكن من نقل وعي دنكان من عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانون إلى شقيقه المولود في عام الف وتسعمائة وثلاثة وستون وأشار بيليك إلى هذا الإصدار من دنكان على أنه الدخول في روح وأشار أيضا إلى أن حادثا وقع عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانون كما هو مفصل تسبب في بدء الشيخوخة بسرعة بعد تداول قصص بيليك والتي لفتت انتباه بريستين نيكولز الذي أصبح صديقا لبيليك ويحكي قصة الأخوين كاميرون وقصته الخاصة في مشروع مونتوك تجارب في الزمن يكتب نيكولز عن الوقت الذي قضاه في كام هيرو في التجارب السرية على وجه التحديد خلال السبعينيات ادعى أنه عمل مع بيليك على شيء يسمى كرسي مونتوك وهو قطعة أثاث تستخدم الكهرومغناطسية لتضخيم القوى النفسية تم اكتشاف أند كان كاميرون نسخة الطفل المشابه له المولود في عام الف وتسعمائة وثلاثة وستون يتمتع بقوى نفسية وأصبح محور العديد من تجارب كرسي مونتوك على ما يبدو كان بإمكان دمكان إظهار الأشياء بمجرد التفكير فيها أثناء وجوده على كرسي مونتوك تبدو إحدى التجارب التي تصفها نيكولز تشبه إلى حد كبير التجربة التي يتم إجراؤها على إليفن قبل أن تفتح البوابة إلى أبسايد دون التجربة الأولى كانت تسمى العين البصيرة من خلال خصلة من شعر الشخص أو أي شيء مناسب آخر في يده يستطيع دونكان التركيز على الشخص ويكون قادرا على الرؤية كما لو كان يرى من خلال عيونهم ويسمع من خلال آذانهم ويشعر من خلال أجسادهم يمكنه في الواقع أن يرى من خلال أشخاص آخرين في أي مكان في هذا العالم واصل نيكولز تجاربه مع دونكان الذي كان وسيطا نفسيا قويا لدرجة أنه لم يشك أحد في أنه رجل من الماضي البعيد تم إدخاله في جسد جديد لقد حاول تسخير قواه في كرسي مونتوك لإجراء تجارب التحكم بالعقل باستخدام أطباق راديو خاصة في كامب هيرو هذا هو المكان الذي يأتي فيه الأطفال الآخرون يكتب نيكولز في كتابه عن أولاد آخرين تم إحضارهم وتجريبهم تم إرسال بعضها عبر بوابة إلى مجهول الزمكان أشياء غريبة ترفع هذه النظرية يشير الاسم 11 إلى وجود أو من المحتمل أن يكون هناك عشر مواضيع أخرى في كتاب نيكولز يعرف هؤلاء المختطفون باسم أولاد مونتوك ومنذ أن بدأ نيكولز وبيليك في التحدث عن ذكرياتهم المستعادة اكتشف رجال آخرون من لونغ أيلند أنهم تعرضوا للاختطاف بشكل متكرر من منازلهم من قبل علماء كامب هيرو الذين أرادوا كسرهم نفسيا حتى يتمكنوا من زرع أوامر اللاوعي ولكن أكثر المشاهد المرعبة التي ذكرها نيكولز هي تلك المتعلقة باختطاف الأطفال الصغار بعضهم لا يتجاوز عمره أربعة أعوام لاستخدامهم كمواضيع في تجارب مشروع مونتوك المختلفة هي بالتأكيد الأكثر إثارة للصدمة وأشار نيكولز إلى هؤلاء المختطفين القاصرين باسم أولاد مونتوك وقال إنهم اختطفوا من الشارع أو حتى أخذوا من منازلهم ادعى رجل واحد على الأقل أنه استعاد ذكرياته المؤلمة عن مشروع مونتوك بالمثل تماما كما فعل بيليك ونيكولز قال ستوارت سويردلو وهو رجل يبلغ من العمر 52 عاما يعيش في ميشيبان لصحيفة ذا صن في عام 2017 إنه كان واحدا من أبناء مونتوك بويز الذين وصفهم نيكولز وأنه وآخرون مثله تعرضوا لإساءات مروعة عندما بدأت التجارب كانوا يستهدفون الأولاد المشردين مثل الأيتام أو الهاربين أو أطفال مدمن المخدرات هذا النوع من الأطفال الذي لا يأتي أحد للبحث عنه حقا كان الهدف هو كسر عقلك حتى يتمكنوا من برمجتك حيث يغيرون درجة الحرارة من شديدة الحرارة إلى شديدة البرودة ويجوعونك ثم يفرطون في إطعامك أتذكر أنني تعرضت للضرب بعمود خشبي وكانوا يحبون إبقاء رأسك تحت الماء حتى تكاد تغرق وللعلم تم الكشف في فضيحة مدوية للمخابرات الأمريكية في عام 2011 استخدامهم بالفعل لذلك الأسلوب من التعذيب ضد المشتبه فيهم لإجبارهم على الاعتراف بما يريدون وكان هذا الأسلوب يسمى إعلاميا بالإيهام بالغرق وكان ذلك فعالا فهو يجعل الشخص يستمع ويطيع منقذه كما أنهم استخدموا عقار LSD لوضع أدمغتنا في حالة متغيرة وأضاف سويردلو أنه لحظ أيضا أن موظف المشروع يسيئون معاملة الأطفال جنسيا من أجل تحطيمهم حتى أن سويردلو زعم أنه تم إرساله هو وغيره من أولاد منتوك إلى المريخ والعودة إلى العصور التوراتية عبر بوابات المشروع وطبعا كل ذلك كان عبارة عن هلوسات يتعرض لها هؤلاء الأطفال وقال في الأيام الأولى عندما كانوا يتقنون الإحداثيات فقد الكثير من الأولاد ببساطة لا يزال لدي كوابيس حول هذا الموضوع اليوم لم أكن هناك عندما تم إغلاق كرسي مونتوك ولكني شعرت بذلك كما لو أنني انفصلت فجأة عن الكهرباء مرت عدة سنوات من التجارب مع دانكان على كرسي مونتوك يدعي نيكولز أنه يمكنهم السفر بشكل موثوق إلى أوقات وأماكن أخرى حتى إلى المريخ في النهاية تمكنوا من برمجة دانكان ببعض الأوامر الأساسية بحيث لا يحتاج الطفل المسكين إلى البقاء جالسا على الكرسي طوال الوقت ومع ذلك وفي مرحلة ما طلب منه رؤساء نيكولز تشغيل كرسي مونتوك وتركه يعمل حتى الثاني عشر من أغسطس ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون كما تقول القصة من خلال تشغيل آلة أخرى للسفر عبر الزمن نجح مشروع مونتوك في إنشاء ثقب دودي زمني حتى عام ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون مع وجود طاقة في كل الطرفين هكذا دخل إدوا دانكان كاميرون عام ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون عبر البوابة ووقعت تلك الأحداث التي وصفها آل بيلي أبقى نيكولز في المدنكان عام ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون بعيدا عن نسخة عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستون لكنه سرعان ما أدرك أن السفر عبر الزمن كان معقدا للغاية وخطيرا جدا بحيث لا يمكن العبث به على الرغم من تعذيب الأطفال لا بأس وضع هو وثلاثة من زملائه خطة لاستخدام دونكان لإغلاق المشروع قال نيكولز أن كل ما يتصوره شخص يجلس على كرسي مونتوك سيظهر لأول مرة على شاشة الإرسال قبل أن يتجلى في العالم الحقيقي في شكل صلب أو شفاف تم إغلاق مشروع مونتوك بعد أن تمرد نيكولز ودونكان كاميرون إلى جانب مشاركين آخرين ضد المشروع عندما ظهر شيء شرير بشكل خاص قررنا أخيرا أننا اكتفينا من التجربة بأكملها تم تفعيل برنامج الطوارئ عندما اقترب شخص ما من دونكان بينما كان جالسا على الكرسي وهمس ببساطة حان الوقت في هذه اللحظة أطلق وحشا من عقله الباطني ولقد صور جهاز الإرسال في الواقع وحشا مشعرا لقد كانت كبيرة مشعرة جائعة وسيئة لكنها لم تظهر تحت الأرض في النقطة الفارغة لقد ظهرت في مكان ما على القاعدة سوف يأكل أي شيء يمكن أن يجده وحطم كل شيء في الأفق لقد رأى عدة أشخاص مختلفين ذلك لكن الجميع تقريبا وصفوا وحشا مختلفا كان على نيكولز تحطيم جميع المعدات التي تشغل كرسيا مونتوك قبل أن يختفي الوحش مرة أخرى إلى العدم هذا الحادث بالإضافة إلى المرسات الزمانية الناجحة التي تم بناؤها بين الثاني عشر من أغسطس الف وتسعمائة وثلاثة واربعون ووالثاني عشر من أغسطس الف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ضمنت إغلاق المشروع تم بعد ذلك غسل أدمغة الموظفين وفي عام الف وتسعمائة واربع وثمانون تمت ملء المستويات السفلية من القاعدة بالإسمنتي وهذا ما أكد وجود مشروع مونتوك أكثر فأكثر فعلى عكس العادة عندما تقوم الحكومة الأمريكية بإغلاق مشروع سري فإنها تكتفي بتدمير المكان خلفها أما في مشروع مونتوك فقد فعلت شيء أغرب من الخيال فقد ملأت المكان بالإسمنتي وهذا الفعل ليس له تفسير إلا أن هناك شيء خطير لا تريد فقط إخفاءه وتدميره بل أيضا دفنه تماما بواسطة غلقه بطريقة يستحيل معها فتحه مرة أخرى أو البحث فيه ثانية مهما طال الزمن أو أن هناك شيء شرير للغاية قد خرج وسكن هذا المكان وهذه هي الطريقة الوحيدة لمنعه من الخروج للعالم وهنا عرف العلماء سبب توقف المصريين القدماء فجأة عن استكمال المشروع فعلى ما يبدو أنهم وأثناء أحد تجاربهم أخرجوا شيئا ما شريرا قام بقتلهم وتدمير المكان قبل أن يختفي وهو ما جعل النظام الحاكم في مصر القديمة بإصدار أوامره بعدم استكمال هذا المشروع وهو ما فعلته الحكومة الأمريكية أيضا بعد خروج ذلك الوحش وللعلم فقط فإن فيلم هيل بوي الشهير الجزء الأولى كان قد ذكر تلك القصة بشكل خيال علمي في أحد مشاهد الفيلم كما ترون أمامكم وهي مبنية على حدث حقيقي مبني على ما حدث في مشروع مورك في عام 2008 جرفت الأمواج جثة حيوان مجهول الهوية على شاطئ لونغ آيلاند مع تسمية وحش مونتوك على اليمين صورة وحش مونتوك كما صورته منصة نتفليكس في سلسلة سترامجر ثينبز وعلى اليسار صورة الوحش الحقيقي بعد أن استطاع الهروب من مكان المشروع بطريقة ما قبل غلق المكان أو بعده وهذا فيديو عن الوحش الحقيقي لمونتوك قامت ناشيونال جيوغرافيك بعمل فيديو وثائقي كبير عنه ولكن تم حثفه من على الانترنت بعد فترة لكنه ما زال موجودا في مكان مجهول واستطعت بفضل الله الحصول على نسخة منه ولكني قمت بالتعتيم عليه الآن وسأقوم بإذن الله يوما ما بعرضه عليكم كاملا ومترجما بالقصة الحقيقية والكبيرة لهذا الوحش والتي لا تقل في غرابتها وأحداثها الشيقة والحقيقية عن مشروع منتوك نفسه وأملك أيضا شريط فيديو موثق للمكان الجديد الذي تم نقل مشروع منتوك إليه وهو في جزيرة بلوم السرية وهذه لقطات من هذا الفيديو السري من بين العديد من القصص الغريبة لما حدث في كامب هيرو تستخدم سترانجرثينبز ثلاثة عناصر أساسية فقط البوابات والوحش والأطفال ذوي القوى النفسية ولكن نتطلع إلى أشياء غريبة في الموسم الثاني الذي لم تحصل نتفليفس على الضوء الأخضر رسميا بعد توفر الشائعات المستمرة حول سوء سلوك الحكومة في منتوك العديد من الخيارات المخيفة حول كيفية سير قصة الأولاد وو إيليفن والدكتور برينر تشير بعض الشهادات من الناجين من منتوك إلى أشكال الحياة الغريبة إما من النوع الكلاسيكي ذو البشرة الرمادية أو شيء أكثر غرابة مثل الأشخاص السحال العملاقة أو الكائنات ذات الأبعاد الإضافية التي تظهر في شكل بشري مصنوع من الزجاج المجوافي عنصر السفر عبر الزمن موجود أيضا ويرتبط بتجربة فيلادلفيا يتم تعيين الجزء الأكبر من مشروع منتوك في نفس الوقت تقريبا مع سترانجر ثيمبز لكن المؤمنين الحقيقيين مثل نيكولز وبيليك حتى وفاته في عام 2011 يؤكدون أن هذه التجارب التي تتناول توسيع الوعي البشري والتكنولوجيا المستقبلية لا تزال مستمرة في مكان ما وهو في جزيرة تلوم السرية كما قلت لكم منذ قليل بطريقة ما لا يزال المستكشفون الحضريون يغامرون بالدخول إلى معسكر هيرو في لونب أيلاند حيث يزعم البعض أنه لا يزال بإمكانك سماع الصراخ في الأنفاق المهجورة لا تزال هناك تقارير متفرقة تفيد بأن القاعدة المغلقة لا تزال تجتذب مستويات عسكرية من القوة على الرغم من كونها غير نشطة عذرا على المشاهد التي تم التعتيم عليها فأنا مجبرا على فعل ذلك حيث إنني إن لم أفعل ذلك لن يسمح نهائيا بعرض الفيديو عليكم ولن تصلكم تلك المعلومة المهمة لا تعلم المجهود الكبير الذي أبذله لتصل الحقيقة إليكم ولا كم المخاطر التي أتعرض لها عندما أكشف مثل تلك الأسرار الخطيرة لذلك أرجوكم لا تترددوا في نشر هذه الفيديوهات بكل طريقة والإعجاب وترك تعليق ولو صغير حتى نضمن استمرار الفيديو في محركات البحث ولو لوقت قصير حتى يصل إلى من يريدون معرفة الحقيقة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة